موسيقى الانتخابات البلدية في لبنان بلشت شارغتها مع قانش اكتوره لما اعلنت ترشيحك للولاية اللي هلا عم بيصير فيها الانتخابات البلدية على سعيد كل لبنان وكانت ما بيقولوا الفرنسي بقان ديك لانتمان بوقت كان كله بلبنان متل سابق بشكل سلبي يعني لا انتخابات نيبية لا انتخابات الانتمانية ومن العدم بيطلع رئيس بلدية ديكوينة وفرنش اكتوره وبيعلون ترشيحه للانتخابات الانتمانية صحيح 23 كنون الاول 2015 وبيطعي وزير الدخلية ل لاجراء انتخابات صحيح خبرنا ليش عملتها اول شي كانت بتعرف انه المواطنة اللبنانية بيتمرجح بكلمة من سياسة ما من سياسة اخر ومن مسؤول الى مسؤول ما اخر كان فيه اشاعات بالبلد ان انتخابات البلدية ما رح تصير لاعتبرات سياسية منهم السياسيين لما بدهم انتخابات منهم بدهم انتخابات خاصة انهم ما كان صار بقتها الحلف القوات الطيار بين بعضهم اعلنتها تكون بداية نهضة انت بداية شرارة سميتها بداية حلوة كانت بداية نهضة يتحمسوا الرؤساء البلديات يترشحوا ويقولوا ان احنا بدنا يكون في بلدية بدنا ما بدنا نكون نحنا ممدد لهم مثل النواب وسير في انتخابات ديمقراطية لانه اخر معكلة الديمقراطية بدنا نقول انتخابات البلدية والاختيارية من بعد الضغرة عملنا ندية سميناها انتخاب بلدية تيبقى البلد كان فيه 14 متكلم منهم رئيس الهيئة العلية للتأديب منهم نعيب المحامين لان هونيك بيروت ام الشراء بتعرف نعيبة المحامين الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات الدائمة بقى حبيت تكون انه ندعي كذا رئيس الاتحاد كذا رئيس بلدية مش مجد لجنوب بالنبيع لبيروت تقول انتخاب بلدية تيبقى البلد بلعيت معالي الوزير استاذنه هاد المشنوق كان فيه كتاب مفتوح لقله ودوت رئيس تمام اسلام مش عمبول ان احنا كنا الاساس بها الموضوع اما شكلنا وصير الضغط بس نحنا كنا من احد الاوراق الضغط اللي شكلناها على السياسيين ووزارت الداخلية من بعدها سرقول البلدية طلعوا سلقونات بلدية نص البلد يعملوا دعاية على التيريزيون هيدا بلايه انا شرف كبير لعنطان شخطورة وردي كواني ان نكون الهال بداية لليوم نحنا بتماني شهر انتخابات بيروت والبقاء للمرحلة الاولى انتخابات بلدية 2016 هيدا فخر كتير لانه نكبر فيه بيقول البعض انه لو ما انتوان شخطورة ضامن عودته لرئاس بلدية ما ترح الموضوع يعني لو رئيس بلدية ثاني فكر انه وضعه شوي ما تزوز ببلديته وفي ميني نفسه ليش ردي يطرح موضوع يعادية الانتخاب بوقت ما انه التمديد موضة وماشية بالندوية انتخاب بلدية تيب على البلد في اخر متكلم كان رئيس بلدية اتحاد هجومية حسب ما بذكر استاذ سجيع عطية قال كلمة انه نحنا كلمة الموجودين عم الخبر خبرية ما حدا بده منه وجر انتخابات بلدية قلت له حكي عن حالك ما حكي عن اتحادك حتى عن اتحاده ما بحقيله يحكي كل بلدية بتحكي عن حاله طبيعة من الطبيعة انه رئيس بلدية اوي ودول في انتخابات ورئيس بلدية منه اوي ودول ما في انتخابات بس حدتك تعرفني المواطن الدكواني بيعرفني اصحابي بيعرفوني انه انا اقبل التحدي وانا يقولولي النائب فالحلو رئيس بلدية الممدد له لا اقبل بها ان كانت ضعيف وان كانت اوي في انتخابات فلتكن انتخابات يا في خسارة بالحياة يا في ربح اذا ما بتتقبل الخسارة ما بتتقبل الربح والعكس صحيح اليوم بالوقت نحنا بفاصل بين ست سنين مرعو و ست سنين احجيجو ومنعرف انه الدكواني في جميع عليها حال تم التوافق عليها فى حتى الى تسعة وتسعين بالمية في خمس مرش شحين منفردين ثلاثة منفردين و ثمانية انتمون الى حزب معين ارجح حسب ما نبين معنا انه بكرا بدين نسحبوا اذا نسحبوا كانوا به يشكرون لان هنا عم حطوا مدينة الديكواني اما ضاعة الديكواني اما ناخبية الديكواني كانوا اربعة اما خمس اشخاص بدهرون هذا التاريخ يكتب علينا بانما اذا نسحبوا بيكونوا نسحبوا كمان متشكرون مثل ما بكلمتي بالبيت الوالد و اعلنت الليحة كمان قلت هيدا حق ديمقراطي وتنافسي بس بتصير يعني تنافس ما قالوا لزوم هون وتكون جميع تسعة وتسعين بالمية على المنطقة على شخص ولايحة يعني من المعب يكون في شخص اما شخصين برجع بقلك حق ديمقراطي بس عايبوا العزبوا العالم رئيس لحد اللي انا رئيس انا هلأ المحامي انطان شخطورة من 2 الى 15 الشهر بطلت صلاحتنا وحلت يبيع المجالس البلدية ما قالي اي صفة رجعت انا لتيت الاساسي اللي عشت فيه ورحمت فيه المحامي انطان شخطورة اذا السؤال ست سنين مرأوا ونحنا بفاصل هلأ وست سنين جايين الست سنين اللي مرأوا يعني اذا بنرجع للأرشيف الاعلامي عامة ونعرف الانجازات اللي صارت بعهد البلدية اللي انت ترقصتها كلمتين عن الست سنين اللي مرأوا وشو اللي كان بدك تعملوا ومكان في وقت تعملوا وشو بهالست سنين الجايين حيب تعمل مدينة الدكواني على كل المستويات اول ست سنين كانوا عاصفين بالمشاكل اللي جيبية والسلبية بالدول شغلة واحدة يعني المركزي الإدارية الموسعة كانت على العائق انك ما تخلص ضيعتك في ست سنين رغم انه بتشوف عدد بلدية امار راسق بلدية تالت مرحلة لقلهم هيدا عم تفوتوا بالرابعة بعد ما خلصوا ضييعهم وتتحقق المركزي الإدارية الموسعة يعني انت هالروتين إداري عم تروح كما بقوله يعني عم تروح تغريع على الهدف ما عم تلف مباشرة هيدا عم بعيك هالسنوات لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها والشغل اللي عم تعمله على الارض ان كان الانماء وان كان البشر قبل الحجر هيدا هو شي عاري اتمنى ان تحقيق المركزي الإدارية الموسعة تنادي ان احنا نخلص الدكوانة بست سنين مع ان انا عامل عامل جدول عمال ان انا بست سنين هيدا جديدة بتخلص كل الدكوانة من بلدة تحتية من شوارع من أرسفة من كهرباء من كل ما يمكن ان يتواجد بمدنية نموذجية هلا الدكوانة ما كانت معروفة شو وجه انا غيرت اللي وجه انا وجه انه حروب مرأت عليها صناعية تجارية لا هلا نحدد لهويتها انه تجارية بامتياز في مناطق جيدة ممتازة بامتياز جدا وصناعية ايضا عم رتب المدينتان صناعيتان الى تحقيق الهدف بست سنين جايين اما على البشر هيدا ما حدا يزايد على بلدية الدكوانة ما حدا يزايد على بات انطان شخطورة بموضوع مساعدة تخيل الإنسان لاحظنا بسبب الموجة اللي خلق الصفحة التاريخية بين الطائرات الحر واللويت الليبنية فبالمناطق المسيحية هالزخم الانتخابي يلي هلعب الجلق الانتخابات البلدية ويلي تحقلوا فاتهم بـ 95% من المناطق عم بتوردي لطائر الانتخابة بمطلح معي اليوم حتى لو قلنا نحكي ليس السياسة العامة باللبنان بس سياسة بلدية الدكوانة القليلة اليوم بين صراعين مبدئين بالانتخابات البلدية باللبنان عامة بيقولوا انه العائلات بتشكل والاحزاب بتشكل كيف هول ينفوتوا ببعضهم ومين عنده حق ومين ما عنده حق وين دور الاحزاب بالبلدية وين دور العائلات وهذا كله كيف بيتلخص بالدكوانة تحت رئاسة وانتون شخصوه الحلف اللي صار بين الطيار واللويت ممتاز جدا على صعيد المسيحي وحقهم ان يفوتوا بالبلدية والعائلات حقهم كمان يتمثلوا بالبلدية بس انما فقط الاحزاب كلها ان كان كقوة اما طيار اما كتائب اما كدولة رئيس ميشيل مور مع انه لا يعتبر حزب يعتبر شخصية بيحاخدها بانتياز فاتوا بكتر قوة على المناطق سأقول لك كل المناطق مش بس بالمتن شمالي سأقول لك كل المناطق اللبنانية مما قدى الى اذا بديك انه لخبطها شوية ببعض الامور لأن كل حزب ستتتمثل بحجمه السياسي لا نحن لازم نتمثل بحجم الانتخابة البلدية العائلة رغم انه بديك وانا انتهينا من هالموضوع وعنينا مع الاحزاب والعائلات لأن الاحزاب بدلت تتمثل بما تريد اكيد ونحن بدلنا نمثل على العائلات ضلينا انه مشادات سياسية طبيعية عن اناعة انه نحن انتفقنا نحو الطيار والقوات ودوت الرئيس ميشل مولي انا انتمي الاه واحد البيت بنتمي الاه والكتائب اللبنانية الى حل ما طلعت بصيغة تسعة وتسعين بالمئة تسكي يعني اخسرنا عائلة اما عائلتان بالمبدأ بالمبدأ السياسي من عظم وضع اللاحة لمسيرة الاحزاب وهون ما فيك متسير الاحزاب لان الاحزاب نزلوا بقوة كتير قوية على الارض وهيدي بتصور انا يمكن ديمو اما بروفا للانتخابات النيابية ويشوفوا تحالفهم كيف انا بفهمهم بس انا كمان الاحزاب بضيفها بالعائلات لان يجب ان تمثل لان البلدية هي عائلات هي انتماء يلاثة سياسية بامتياز معانا انا بدو اهدمها بقول رئيس البلدية هو رجل سياسي بامتياز بس انما التمثيل العائلة هو فيه يطغى على الانماء يطغى على التمثيل السياسي فيه توصلنا اللي لازم توصلنا فيه احباب نحنا والطيار الوطني الحر احباب نحلوات لبنانية نحنا وضغط الرئيس ميشيل المر ونحنا الكتاب اللبنانية صار فيه شويت مش حسين ميسوطة فيهم شويت تضارب بالقراء الى حد ما وصل الامور الى ما عليه برجعبوه 99% في خمس مرش شحين لغاية الان اثنان ينتمون الى حزب معين وثلاثة مستقلين لحالهم اليوم 8 خمسة 8 ايار 2016 بكرا اخر نهار الى 12 بالليل للانسحاب يابينسحبوا يابينسحبوا باستة سنين اللي جايين الا ما يكون فيه مشروع او اكتر كتير عزيزين على قلبك تحقرمون وحيا للعنطاء اللي كان شو همين؟ لك من اول شهر عملت رئيس بلدية بالالفين وعشرة رحبت عند مضام ازان مطعب المحبة وكل شهر اما كل سنة يطرق شيء ما قادر عمله قبل ما تخلص وليتي يعني باثنان ايار مضيت بشهر مضيت انا جعيت المحبة اصدقاء المحبة انه على بيت العجوز ومطعم السميح كمان ازي سميني لما بحقنا نسمى مطعم المحبة اللي هو اول شيء العجوز ان كان امرأة اما رجل رح يكون فيه خمسة عشر تاخت خمسة عشر تاخت بادارة اكيد بيكون فيه نارس بيكون فيه تلخيص نحنا من وزارة الصحة حتى من وزارة الشؤون الاجتماعية رح يكون فيه متخصصين موجودين هونيجي مع رسول ماريا اللي هي رئيسة جامعة اصدقاء المحبة اما بيت السماح وكمان رح نعمل مطعم كبير رح نبلش باول ثلاث سنين اطعام اخوتنا اكيد غدا اما عاشها بس على ارجع غدا حوالها خمسة سبتين شخص وكل ثلاث سنين بيطلع على الموضوع يعني هايدي بتغذي حالة بحالة واذا قدرنا اكتر اذا قدرنا اكتر نحنا منوصل لامور اكتر وشو المشروع التاني اللي كمان عزيز على قلبه المشروع التاني اللي عزيز على قلبه هو المستشفى اللي احنا عملنا تواصل باستراليا حوال هيدا المشروع بس الاسف المواطن مبعرش بيصر له في حديقة عامة هي فضلة عن حديقة للبلدية كان الواردة اللي يرحم وعملها ترخيصة ملنا ترخيص نحنا مجددا مستشفى بس اجو المكيمين حوالي هيدا الحديقة العامة انه ما بدنا مستشفى بالديكوينة مع انه عم نعمل نحنا كان مستشفى مختصة بأمر معين يعني ما عم نعملها عم نعملها هيك عم نعملها يعني بتطبق مع المواصفات العالمية بقى يمكن تنعمل يمكن ما تنعمل واذا ما نعملت سيكون في مسرح سيكون في تياتر سيكون في مكتب السعفية سيكون في عدة امور لابدنا نعملها يعني هاي ستة سنين يكونون حلوان كما كانوا ستة سنين لقابل كيف تحبطون إولاد بتعتيح في كل شيء؟ أنا أطون شخطورة ما تغيرت لا قبل ما حمر رئيس بلدي ولا وجوده رئيس بلدي ولا هلأ ما حصل رئيس بلدي ولا سنع رئيس بلدي أنا أطون شخطورة متل معنا اتكبل الناقض الايجابي الناقض السلبة ما بتأبله عصابة ما بتحتمل ما تحتمله كل إنسان عنده شعوره عنده حاسيسه أنا هيك ورح ضل هيك تقول ليه شو عندك أنت برنامجك أنا برنامجة متواصل مع الشخص والمجلس البلدي والمخطير والفئة السياسية والفعالية الموجودة بالمنطقة أنا مع ابناء الديكواني وشعار الأساسي البشر قبل الحجر بنهاية هذا الحديث شو بتحب نقول لولاد الديكواني عشية الانتخابات يعني بدأت تكون أحد الجين أول شي بحب حيين كلهم المكيمين والناخبين دي ما مكررة عادي بقول لهم أنه أنتون شخطورة والمجلس البلدي السابق والحالي بخدمة المواطن 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 المكيم بالديكواني وحتى عدد نحنا نروح أكثر من نحيك كل المواطن أما كل شخص بردت الديكواني عم بعوشي منها البلدية نحنا مع مناصر نحنا بقول لهم أنتون شخطورة باقي مثل ما هو مكبر رئيسة البلدية ومبعد رئيسة البلدية الله يقدرنا نظلنا وقفين عجرينا تنقدر نختم هالمواطن نختم أبلاء ضيعتنا ويرجع للسلغون اللي أنا حطه بحياتي البشر قبل الحجر يعني كل البلديات بفوتوا أول شي بديوا يعملوا أصل البلدي أنا أبلاء آخر أولوياتي هي الأصل البلدي بدك تخلص ضيعتك بعدين بدك تخلص الأصل البلدي بدك تخلص البلد التحتية بدك تعبد الطرقات بدك تشوف الماء بدك تشوف المجريد عندك كتير مكونات أساسية للمواطن بدك تشوف كوتو كيف تعطيه كيف تدبر له شغل بعدين بتحكي أنت كيف تعد مكتب مئة متر أمام متين متر هذا البادر للونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر